التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش منجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحرص على تناغم السياسة وإجراءات التنفيذ لتشكيل منظمة متكاملة تهدف لتطوير النطاق العمراني والتاريخي لمنطقة القاهرة التاريخية بما في ذلك الارتقاء العمرانية بالمناطق السكنية المحيطة وخلال اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيري التنمية المحلية والتعليم العالي والبحث العلمي وعدد من المسؤولين المعنيين اطلع الرئيس السيسي على الموقف التنفيذي لتطوير منطقة القاهرة التاريخية وشدد الرئيس السيسي على ضرورة المحافظة على الطابع المميز لطراث المنطقة والقيمة التاريخية والمعمرية بها بما يتكامل مع الجهود التنموية في جميع انحاء الدولة لتحقيق تطلعات المصريين نحو بناء دولة قوية ومتقدمة توفر جودة حياة عالية لجميع المواطنين أعلن رئيس بلدية موسكو أن نظم الدفاع الجوية الروسية أسقطت طائرة مسيرة في وسط العاصمة دون وقوع أضرار كبيرة جاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان وزارة الدفاع الروسية رصد وتدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورد جنوب غربي البلاد كما أعلنت الدفاع الروسية إحبط محاولة أوكرانية لاستهداف السفن الروسية في البحر الأسود باستخدام زوق بحري مسير مؤكدة تدميره قبل وصوله إلى أي من السفن أعلن الرئيس أوكراني بلودمير زلنسكي تسلم بلاده منظمتي دفاع جوي من طراز آيرستي قادمة من ألمانيا وفي كلمة له أشر زلنسكي إلى قوة هذه المنظمة مؤكدا حاجة كييف الشديدة لمثل هذه الأسلحة خلال فترة راهنة قال مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة وفقت على إرسال طائرات مقاتلة من طراز F-16 من هولندا ودنمارك إلى أوكرانيا وأضف المسؤول الأمريكي أن واشنطن منحت أمستردام وكوبنهاج تأكيدات رسمية بتسريع إجراءاتها للموافقة على طلبات نقل هذه الطائرات إلى كييف فور اكتمال تدريب الطائرين الأوكرانيين على قيادتها أفدت وسائل أعلام بورود تقديرات للاستخبارات الكورية الجنوبية تفيد باستعداد كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ باليستين عابر للقارات وذلك تزامنا مع نعقاد قمة ثلاثية تجمع رؤساء الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وأشارت وكالة يونيهاب الكوريا الجنوبية إلى أن التجربة الصاروخية يمكن أن تكون جزءا من سلسلة استفزازات عسكرية قد تقدم عليها بيونج يونج وذلك احتجاجا على مناورات العسكرية الأمريكية الكورية الجنوبية والتي تبدأ لإثناء المقبل وتستمر حتى نهاية الشهر توصل فرق الإطفاء الكندية جهودها لمنع حرائق الغابات من بلوغ مدينة يلوناي في شمال البلاد والتي يغادرها سكانها بعد صدور أمر بإخلائها يأتي ذلك فيما بحث رئيس الوزراء الكندي جوستن ترودو مع مجموعة الاستجابة للحوادث أزمة حرائق الغابات التي تعصف بالبلاد حيث تمت منقشة التأثير المدمر لأكثر من 5500 حرق تسبب في دمار هائل بعدد من المقاطعات في جميع أنحاء البلاد هذا العام بالإضافة إلى أضرار الآلاف من السكان إلى مغادرة منازلهم في المناطق المنكوبة أعلنت هيئة المسح الجولجي الأمريكي أن زلزالا قوته 6.3 درجة ضرب العاصمة الكولومبية بوغوتا مما دفع سكان الهروب إلى الشوارع ولم تردت تقاريرا عن وقوع أضرار كبيرة جراء الزلزال في حين ذكرت بلدية بوغوتا أن المأساة وقعت في جنوب شرق العاصمة بينما ذكر الكونغريت الكولومبي أن أضرارا لحقت بمبنى مجلس النواب وبعد دقائق وقعت توابع زلزالية حيث أعلنت الخدمة الجولوجية الوطنية أن قوة زلزال الثاني بلغت 5.6 درجة وقدرت قوة زلزال تابعة تالية عند 4.8 درجة